بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وقد وقفنا عند طائفة من الأسئلة تتعلق بالآية السابعة عشرة طرحها الإمام وأجاب عنها فقال بقيت ها هنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتفاصيل السؤال الأول قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يقتضي تشبيه مثلهم بمثل المستوقد فما مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحدهما بالآخر والجواب استعير المثل للقصة أو للصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذي استوقد نارا وكذا قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة وقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة وقوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا فلان مثله في الخير والشر فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن يقول الزمخشري فإن قلت ما معنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وما مثل المنافقين ومثل الذي استوقد نارا حتى شبه أحد المثلين بصاحبه قلت قد استعير المثل استعارة الأسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة كأنه قيل حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا السؤال الثاني كيف مثلت الجماعة بالواحد والجواب من وجوه أحدها أنه يجوز في اللغة وضع الذي موضع الذين كقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا وإنما جاز ذلك لأن الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة مجملة ولكثرة وقوعه في كلامهم ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف ولذلك أعلوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين وثانيها أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد نارا وثالثها وهو الأقوى أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد ومثله قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقوله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ورابعها المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله تعالى يخرجكم طفلا أي يخرج كل واحد منكم طفلا يقول السمين الحلبي الذي في محل خفض بالإضافة وهو موصول للمفرد المذكر ولكن المراد به هنا جمع ولذلك روعي معناه في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم فأعاد الضمير عليه جمعا والأولى أن يقال إن هذا الاسم الموصول وقع وصفا لشيء يفهم الجمع ثم حذف ذلك الموصوف للدلالة عليه والتقدير مثلهم كمثل الفريق الذي استوقد أو الجمع الذي استوقد ويكون قد روعي الوصف مرة فعاد الضمير عليه مفردا في قوله استوقد وفي قوله حوله وروعي الموصوف أخرى فعاد الضمير عليه مجموعا في قوله بنورهم وفي قوله وتركهم ووهم أبو البقاء فجعل هذه الآية من باب ما حذفت منه النون تخفيفا وأن الأصل الذين ثم خفف بالحذف وكأنه جعله مثل قوله تعالى في الآية الأخرى وخط كالذي خاضوا وقول الشاعر وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي والأصل كالذين خاضوا وإن الذين حانت وهذا وهم فاحش لأنه لو كان من باب ما حذفت منه النون لوجب مطابقة الضمير جمعا كما في قوله كالذي خاضوا وقول الشاعر دماؤهم فلما قال تعالى استوقد بلفظ الإفراد تعين أحد الأمرين المتقدمين إما جعله من باب وقوع المفرد موقع الجمع لأن المراد به الجنس أو أنه من باب ما وقع فيه صفة لموصوف يفهم الجمع السؤال الثالث ما الوقود؟ وما النار؟ وما الإضاءة؟ وما النور؟ وما الظلمة؟ والجواب أما وقود النار فهو سطوعها وارتفاع لها بها وأما النار فهي جوهر لطيف مضيء حار محرق واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأن فيها حركة واضطرابة والنور مشتق منها وهو ضوءها والمنار العلامة والمنارة هي الشيء الذي يؤذن عليه ويقال أيضا للشيء الذي يوضع السراج عليه ومنه النورة لأنها تطهر البدن والإضاءة فرط الإنارة ومصداق ذلك قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وأضاء يرد لازما ومتعديا تقول أضاء القمر الظلمة وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه والبيت لأبي الطمحان القيني واسمه حنظلة بن الشرقي ومعناه أن أحسابهم ووجوههم أضاءت لهم ظلام الليل حتى حملت في ضمن ذلك ناظم الجزع على نظمه يشير بهذا البيت إلى أنهم من ذوي الجاه والحسب والجزع خرز فيه بياض وسواد تشبه به العيون وأما ما حول الشيء فهو الذي يتصل به تقول دار حوله وحواليه والحول السنة لأنها تحول وحال عن العهد أي تغير وحال لونه أي تغير لونه والحوالة انقلاب الحق من شخص إلى شخص والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالبا له والحول انقلاب العين والحول الانقلاب قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والظلمة عدم النور عما من شأنه أن يستنير والظلمة في أصل اللغة عبارة عن النقصان قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وفي المثل من أشبه أباه فما ظلم أي فما نقص حق الشبه والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعا والظلم ماء السن وتراوته وبياضه تشبيها له بالثلج السؤال الرابع أضاءت متعدية أم لا الجواب كلاهما جائز يقال أضاءت النار بنفسها وأضاءت غيرها وكذلك أظلم الشيء بنفسه وأظلم غيره أي صيره مظلما وها هنا الأقرب أنها متعدية ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء ويعضضه قراءة بن أبي عبله ضاءة السؤال الخامس هل لا قيل ذهب الله بضوئهم لقوله فلما أضاءت الجواب ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نورا والغرض إزالة النور عنهم بالكلية ألا ترى كيف ذكر عقيبه وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ والظلمة عبارة عن عدم النور وكيف جمعها؟ وكيف نكرها؟ وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة؟ وهو قوله لا يبصرون؟ السؤال السادس لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم؟ والجواب الفرق بين أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبا ويقال ذهب به إذا استصحبه ومعنى به هنا معه وذهب السلطان بماله أي أخذه قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام فلما ذهبوا به وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه قال تعالى وما يمسك فلا مرسل له فهو أبلغ من الإذهاب وقرأ اليماني أذهب الله نورهم السؤال السابع ما معنى وتركهم؟ والجواب ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان بمعنى صيره فيجري مجرى أفعال القلوب ومنه قوله وتركهم في ظلمات أصله هم في ظلمات ثم دخل الفعل ترك فنصبت الجزئين جملة وتركهم في ظلمات لا يبصرون معطوفة على جملة ذهب الله بنورهم وأصل الترك التخلية ويراد به هنا التصيير فيتعدى لاثنين على الصحيح فإن قلنا هو متعد لاثنين كان المفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني في ظلمات ولا يبصرون حال وهي حال مؤكدة لأن ما كان في ظلمة فهو لا يبصر ولا يجوز أن يكون قوله في ظلمات حالاً وجملة لا يبصرون هي المفعول الثاني لأن المفعول الثاني خبر في الأصل والخبر لا يؤتى به للتأكيد لأن التأكيد من شأن الأحوال لا من شأن الأخبار السؤال الثامن لما حذف المفعول من لا يبصرون والجواب أنه من قبيل المتروك الذي لا يلتفت إلى إختاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوي كأن الفعل غير متعد أصلاه ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثامنة عشرة وهي قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فقال اعلم أنه لما كان المعلوم من حالهم أنهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع حمل ذلك على الحقيقة فلم يبق إلا تشبيه حالهم لشدة تمسكهم بالعناد وإعراضهم عما يطرق سمعهم من القرآن وما يظهره الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة والآيات بمن هو أصم في الحقيقة فلا يسمع وإذا لم يسمع لم يتمكن من الجواب فلذلك جعله بمنزلة الأبكم وإذا لم ينتفع بالأدلة ولم يبصر طريق الرجد فهو بمنزلة الأعمى من المعلوم من حال المنافقين أنهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون لكنهم شبهوا بمن فقدوا حاسة السمع والبصر والقدرة على النطق فقيل لهم صم بكم عمي حيث سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن تنطق به ألسنتهم وأن يستبصروه بعيونهم أما قوله تعالى فهم لا يرجعون ففيه وجوه أحدها أنهم لا يرجعون عما تقدم ذكره وهو التمسك بالنفاق الذي لأجل تمسكهم به وصفهم الله تعالى بهذه الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمرون على نفاقهم أبدا وثانيها أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه وعن الضلالة بعد أن اشتروها وثالثها أراد أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا خامدين في مكانهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجعون إلى حيث ابتدأوا ثم انتقل الإمام إلى الآية التاسعة عشرة وهي قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فقال اعلم أن هذا هو المثل الثاني للمنافقين وكيفية المشابهة من وجوه أحدها أنه إذا حصل السحاب الذي فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم فإذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا ذهب بقوا في ظلمة عظيمة فوقفوا متحيرين لأن من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته وتعظم الظلمة في عينه وتكون له مزية على من لم يزل في الظلمة فشبه المنافقين في حيرتهم وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم إذ كانوا لا يرون طريقا ولا يهتدون وثانيها أن المطر وإن كان نافعا إلا أنه لما وجد في هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار النفع به زائلا فكذا إظهار الإيمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن فإذا فقد منه الإخلاص وحصل معه النفاق صار ضررا في الدين وثالثها أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص منها أن يجعل أصابعه في أذنيه وذلك لا ينجيه مما يريده الله تعالى به من هلاك وموت فلما تقرر ذلك في العادات شبه تعالى حال المنافقين في ظنهم أن إظهارهم للمؤمنين ما أظهروه ينفعهم مع أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك ورابعها أن عادة المنافقين كانت هي التأخر عن الجهاد فرارا من الموت والقتل فشبه الله حالهم في ذلك بحال من نزلت هذه الأمور به وأراد دفعها بجعل إصبعيه في أذنيه وخامسها أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم وإن تخلصوا عن الموت في تلك الساعة فإن الموت والهلاك من ورائهم ولا مخلص لهم منه فكذلك حال المنافقين في أن الذي يخوضون فيه لا يخلصهم من عذاب النار وسادسها أن من هذا حاله فقد بلغ النهاية في الحيرة لاجتماع أنواع الظلمات وحصول أنواع المخافة وحصل في المنافقين نهاية الحيرة في باب الدين ونهاية الخوف في الدنيا لأن المنافق يتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوف على باطنه لقتل فلا يكاد الوجل والخوف يزول عن قلبه مع النفاق يقول النيسابوري ثم إن الله تعالى ضرب للمنافقين مثلا آخر ليكون كشفا لحالهم بعد كشف وإيضاحا إثر إيضاح لأن المقام مقام تفصيل وإشباع فيكون تقدير الكلام مثلهم كمثل المستوقدين أو كمثل ذوي صيب على معنى أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين فإنهما سواء في صحة التشبيه بهما فأنت مخير في التشبيه بأيتهما شئت أو بهما جميعا وهذا كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنهما سيان في استصواب أن تجالس أيهما شئت والأوجه الستة التي ذكرها الإمام مبنية على كون التمثيل في هذه الآية من التمثيل المركب يقول أبو حيان وقد تقدم لنا أن هذا التمثيل من التمثيلات المركبة وهو الذي تشبه فيه إحدى الجملتين بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة الأخرى فيكون المقصود تشبيه حيرة المنافقين في الدين والدنيا بحيرة من انطفأت ناره بعد إيقادها وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق ثم لخص أبو حيان هذه الوجوه في تفسيره ولم يصرح بعزوها إلى الإمام الرازي فقال وقد ذكروا أيضا أقوالا كلها ترجع إلى التمثيل التركيبي الأول شبه حال المنافقين بالذين اجتمعت لهم ظلمة السحاب مع هذه الأمور فكان ذلك أشد وذلك لحيرتهم إذ لا يرون طريقا ومن أضاء له البرق ثم ذهب كانت الظلمة عنده أشد منها لو لم يكن فيها برق الثاني أن المطر وإن كان نافعا إلا أنه لما ظهر في هذه الصورة صار النفع به زائلا فكذلك إظهار الإيمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن وأما مع عدم الموافقة فهو ضر الثالث أنه مثل حال المنافقين في ظنهم أن ما أظهروه نافعهم وهو ليس بنافعهم بمن نزلت به هذه الأمور مع الصواعق فإنه يظن أن المخلص له منها جعل أصابعه في آذانه وهو لا ينجيه ذلك مما يريد الله به من موت أو غيره الرابع أنه مثل لتأخر المنافق عن الجهاد فرارا من الموت بمن أرادوا دفع هذه الأمور بجعل أصابعهم في آذانهم الخامس أنه مثل لعدم خلاص المنافق من عذاب الله بالجاعلين أصابعهم في آذانهم فإنهم وإن تخلصوا عن الموت في تلك الساعة فإن الموت من ورائهم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين